السلام عليكم طلاب الصف الثاني كيف حالكم؟ اليوم يا ميس بدنا نتابع حل أسئلة الوحدة رح ناخد اليوم أسئلة الوحدة من درس الصوت من درس الصوت أو وحدة الصوت نتذكر يا ميس انه الصوت هو عبارة عن اهتزاز للأجسام ذهابا وإيابا يعني يا ميس حكينا اذا ما صار فيه اهتزاز للجسم ما بصدر عنه يا ثاني صوت صح يا ميس وحكينا انه الصوت ينتقل عبر المواد عبر الهواء والمواد الصلبة والمواد السائلة وهناك أصوات مرتفعة ومنخفضة وأصوات غليظة وأصوات رفيعة كل ياتها هاي يا ميس احنا أخذناها في وحدة الصوت خلينا نشوف يا ميس السؤال الأول ضع إشارة صح تحت الصورة التي يصدر عنها صوت مرتفع يعني أي صورة من هذول الصورتين ميس اللي بيصدر صوت مرتفع الولد الذي يصرخ أم الفتاة التي بتوشوش صاحبيتها أحسنتم يا ثاني إذا نضع صح تحت الصورة الولد الذي يصرخ فهو يصرخ بصوت عال تعني شوف يا ميس السورة الثانية صورة قطة القطة ساكنة ساكتة أما الكلب ينبح بصوت مرتفع أي صورة يا ميس من هذول الصورتين بيعطيني صوت مرتفع أحسنتم الكلب أحسنتم يا ثاني طيب نشوف يا ميس السورة الثالثة الطبل أمل مزمار الطبل أمل مزمار مين اللي صوته أعلى أحسنتم أطبل صوته أعلى صوته عال طيب خلينا يا ميس نفتاح كتابنا على صفحة ثمانية وأربعون نشوف السؤال الثاني شو بده مننا يلا يا ميس أكتب اسم الوسط الذي انتقل خلاله الصوت حكينا الصوت ينتقل عبر ثلاث وسائط اللي هم الهواء مواد صلبة مواد سائلة بدنا نشوف كل صورة إيش اللي انتقل منه الهواء الصوت يلا نشوف الصورة الأولى لبيانو الولد عم بيأزف بليبيانو ماذا انتقل الصوت إيش اللي خلى هذا الصوت إنه ينطلق يا ثاني عبر إيش المواد الصلبة إذن هو صلب أنا ضغط عليه يامس لهيك أعطاني إيش يامس صوت أعطاني صوت إذن صلبة أو صلب نشوف هون يامس صوت الدلافين كيف منسمع إحنا صوت الدلافين سمعناها عبر المواد السائلة الماء سائل طيب الجرس الجرس شوفوا كيف هاي دقة وين يامس في المادة الصلبة في المادة الصلبة إذن صلب نشوف لولاد اتنين كيف بيسمعوا بعض أو هذا الولد تكلم كيف هتسمعوا عبر إيش يامس عبر الهواء فانتقل الصوت عبر الهواء طيب نفتح كتابنا صفحة تسعة وأربعون نشوف السؤال الثالث املأ الفراغ في الجمل الآتية ألف أستطيع السمع تحت الماء عند السباحة لأن الصوت ينتقل خلال سباحة وماء إذن ما هي الحالة اللي بيكون فيها أحسنتم يا ثاني سائل تنتج الأصوات كيف بتنتج الأصوات هس حكيناها عن عن إيش الأصوات كيف تنتج الأصوات أحسنتم عن اهتزاز الأجسام الجسم بيهتز لهيك يا ثاني بيطلع عندي صوت ينشأ الصوت المرتفع الآلي عن اهتزاز أحسنتم كبير إذا أعطان اهتزاز كبير فبيكون الصوت مرتفع طيب يا ثاني خلينا نشوف سؤال أربعة أصدر حكما على السلوكيات الآتي يعني هذا السؤال بنا نحكي هل هو سلوك صحيح أم غير صحيح ألف يتجول رامي بالسيارة ويسمع المذياع بصوت عال جدا هل هذا سلوك صحيح أم خاطئ أحسنتم يا ثاني إذن بنكتب سلوك غير صحيح صحيح يلا با لا يستخدم عمر زامور السيارة إلا للضرورة يعني عمر ما بيستخدم زامور السيارة كيف مكان إلا إذا كان بحاجة لأنه يزمر بالسيارة إلا للضرورة هذا سلوك صحيح أم غير صحيح أحسنتم صحيح أقامت مونة حفلا بمناسبة نجاحها ولم تستخدم مكبرات الصوت هذا سلوك صحيح أم غير صحيح يا ثاني أحسنتم صحيح لكي لا تزعج الجيران أو تزعج حدا عندما يتحدث عمر مع معلمته يرفع صوته عاليا هل هذا صحيح أم غير صحيح أحسنتم غير صحيح لأنه لما نحكي معلمس لازم نكون نحكي بأدب بصوت منخفض يضع أحمد واقيات أذن في آذان في أثناء عمله في حفر الأنفاق صحيح أم غير صحيح أحسنتم صحيح لأنه هيك بيحمي أذنيه من الأصوات العالية من الأصوات العالية إذن هيك يا ميس إحنا منكون خلصنا وحدة الصوت منكون إحنا هيك يا ميس أنهيناها إن شاء الله والمرة القادمة منأخذ وحدة البيئة بس هون يا ميس هنا عندنا هذا السؤال مهم والسؤال الرابع مهم يعني صفحة 49 49 يا ميس عندنا هون سؤال ثلاثة وأربعة مهمات جدا ياريت إنه نحاول إنه نقرأهم ونحفظهم على الأكيد ويعطيكم العافية يا ميس المترجمات ترجمة نانسي قنقرأه يا ميس